السلام عليكم وحمد الله وبركاته. اهلا بكم اعزائي مشاهدين في فيديو جديد على قناة سيمو مالونجي التي تهتم بكل ما هو تقني ومعلوماتي. اليوم ان شاء الله سوف اشرح لكم طريقة اطفاء جهاز الكمبيوتر او اللابتوب. كما يعني كما تعلمون معي انه عندما نريد ان نغلق الجهاز عند الانتهاء من الاشتغال منه. نضغط على على اقاف التشغيل او شوت دون. لكن هذه هذه الطريقة هي طريقة يعني نقصة. سوف اريكم الطريقة الصحيحة لايقاف هذا. لانه اذا قمت فقط بالضغط على شوت دون. يعني هناك بعض البرامج التي لا تغلق. واذا قمت باغلق الكمبيوتر بهذا الشكل. لمدة طويلة. يمكن ان يتلف الجهاز. لهذا سوف اريكم كيفية عمل بعض الاعدادات. بحيث عندما تضغط شوت دون. يغلق الكمبيوتر وتغلق جميع البرامج. نضغط على كنترول بانل. وهذا عبر تحت على زر الويندوز. ايقونة الويندوز. ثم نضغط على كنترول بانل. هذا الشكل. هاو. نضغط على كنترل بانل. كي يعطينا هذه النفذة التي تحتوي على هذه المخيارات. نضغط لارج ايكون. هذه كي يظهر لنا الايقونات اكتر. يعني يتظهر لنا خيارات اكتر. اوكي. ثم نضغط على باور اوبشن. بهذا الشكل. ننتظر. نضغط على باور اوبشن. بهذا الشكل. ثم نضغط على شوز ودي باور بوتون دو. هذا الخيار. هكذا. ثم نضغط على شونج سيتين دات ار كوريكتلي اون فيابل. هذا الخيار. هذا. اوكي. ثم يعني نزيل العلامة من هذا المربع. turn on fast start up. هذه. يعني نجد فيها علامة. نزيل هذه العلامة من هذا المربع. من هذا الشكل. يهو. ازلنا العلامة. الآن. يعني عملنا كل الاعدادات اللازمة. عندما الآن عندما نضغط على زر الباور بهذا الشكل. ونضغط على شوت داون. عندما نغلق الجهاز من هنا الآن. سوف يتم اغلاق جميع تطبيقات او البرامج التي يشتغل في الخلفية. واغلق بشكل سليم وشكل جيد. اوكي. فقط ملحوظة بالنسبة للناس التي يعني لم تفهم هذه الطريقة او لم تعرف ان تعملها. مع اني شرحتها بالتفصيل. هناك طريقة مختصرة ممكن ان تعملها. هو الضغط على شوت داون. في نفس الوقت الضغط على زر شفت. اي ذلك السهم. يعني في الكيبورد السهم الذي يعني متجه الى السمع. يعني الى فوق. بهذا الشكل تضغط على شفت وشوت داون في نفس الوقت. بهذا الشكل تقوم يعني تفعل يعني تغلق جميع التسبيقات التي تشتغل في الخلفية وينطفئ الجهاز بشكل سليم. يعني اتمنى ان يكون هذا الفيديو يعني شرحت فيه كل ما هو يعني متعلق بهذه الخاصية. لانه الاعتناء بالجهاز والاطفاء هو يشغله بطريقة صحيحة يحافظ عليه لمدة طويلة. اذا كان يعني سيفضل معك مثلا خمس سنوات او ممكن بهذه الطريقة ان يضل معك لوقت اطوال. سبعة او عشر سنوات. لانه الاطفاء والاشتغال مهم جدا بالنسبة للجهاز. اذا اغلقته بطريقة صحيحة. بهذا تحافظ عليه لمدة طويلة. ودائما قبل اغلق الجهاز يجب دائما الانتباه الانتباه الى اشياء مهمة جدا. البرامج التي تكون قد شغلتها تظهر لك في على السطح تحت. هناك على على ذلك الاطار تحت. تكون فيه جميع البرامج التي تم تشغلها. يجب اولا اغلاق جميع تسبيقات التي او البرامج التي دخلت اليها واشتغلت بها في الكمبيوتر قبل اغلق الجهاز. لانه اذا قمت باغلاق الجهاز قبل اغلق تلك التسبيقات فهي تظل في الخلفية. وهذا يحدث اخطأ في النظام عندما تغلق الكمبيوتر وهناك بعض البرامج التي لم تغلق. فهذا يعمل خطأ. خطأ في النظام ومع يعني مع التكرار العملية مرات ومرات ومرات. ممكن ان يعني يتلف الجهاز او يتلف يعني نظام الويندوز بهذه الطريقة. لهذا فانا شرحت لكم الطريقة التي شرحت لكم هي تقوم في حالة ما اذا نسيت تسبيقات او لم تلاحظ تسبيقات تشتغل في الخلفية لانه هناك ايضا تسبيقات او برامج حتى اذا خرجت منها تظل تشتغل في الخلفية. لكن بهذه الطريقة التي شرحت لكم سوف يتم اغلاق اي برنامج او اي شيء كان يشتغل في الخلفية بشكل نهائي. يعني ويتم اطفاء الجهاز بشكل نهائي. ولا تحدث اي اخطأ. هذا دائما اذا اردتم اغلاق الجهاز تأكدوا دائما من انه لا توجد اي برامج يعني شغالة. وهذا يعني طبيعي. لكن هناك مرات هناك موالات ممكن ان تنسى او لا تنتبه لهذا الشيء. لكن هو ضروري جدا. لانه اذا قمت باغلاق الجهاز بهذه الطريقة سوف تحدث اخطأ في النظام. ويعني ممكن ايضا ان الجهاز ان يقوم يعني يكون به تقطعات وتلاحظ بضع في في سرعة النظام. كل هذا بسبب هذه الاخطأ التي نرتكبها ولا نلقي لها بال. لهذا اتمنى ان يكون هذا الفيديو مفيد ويفيدكم في يعني الانتباه الى هذه النقطة. شكرا جزيلا على دعمكم المتواصل. اتمنى ان ينال الفيديو اعجابكم. اتمنى ان تدعموني بلايك واشتراك ومشاركة الفيديو مع اصدقائكم. لتعم الفائدة. وتفهموا جيدا الطريقة. شكرا لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.